بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدا يا سادة احنا لما بنتكلم عن اي جليس احنا بيكون همنا ان احنا بنتكلم عن الجليس ان احنا نستثمر جلوسنا مع هذا الجليس وانطور كمان حياتنا ونقود بالنور علينا وكمان نزيح كل جليس سوء من طريقنا عشان نقدر نستقبل انوار ومدد ربنا وعشان كده جليس النهاردة جليس مسؤول عن احساسنا بالامان بيننا وبين الناس جليس الونس والسند في البيوت والشوارع انتوا ممكن على فكرة وانا بقولكم ان هو جليس بيحلى بيه طعم الحياة وبيكون القلوب بيه قوية وحسة بالسبات وحسة باليقين وحسة كمان ان هي على القلوب على بعضها جليس النهاردة هو جليس من احب الجلساء لما نيجي نتكلم عنه وانت حتى لما تتكلم عن الجليس الحسن بيجي في ذهنك احد افراد الجليس الحسن هو الجليس ده وهو حسن الجوار واحد يقول لي يا فينه من زمان ده وعشان كده احنا بنتكلم عنه النهاردة بنتكلم عن حسن الجوار النهاردة واحنا بنقول ان الانسان المعاصر فيه سبع سمات بتاكل في علاقاته ومن اهم العلاقات اللي اكلها اكلتها الفردانية اللي بنعيشها كان حسن الجوار احنا قلنا ان فيه سبع سمات في الانسان المعاصر زيادة الفردانية وزيادة الميزاجية وزيادة التشكك وزيادة المظلومية وزيادة كمان الاحباط وزيادة الحساسية وزيادة العشوائي اول ما زادت الفردانية اول حاجة لاحظناها لزيادة الفردانية سوء الجوار الناس ما بقيتش ما بقيتش عندهم حسن الجوار وانسينا هذا الجليس الحسن بقى كل واحد قاعد فيه كأنه قاعد في جزيرة منعزلة في شقته واللفيته ما بقاش عنده جار ممكن يستنجد به آه صحيح لسه فيه ناس بيعيشوا ده لكن الأمر تراجع آه تراجع حسن الجوار ده ساد أحد أهم أركان الحياة الطيبة والحياة اللي بتقطب بالسعادة الحياة المغموسة في السعادة وعشان كده تلاقي في الجيرة معنى إيه؟ معنى إنساني راقي ممكن تدوق في أي علاقة تشوف فيها حلاوة مش هتشوف فيها حلاوة حسن الجوار احساس إن انت لك ظهر لك حد ممكن تسند عليه ممكن حد يبقى زي أخوك اللي هو مش من صلبك أو إن حد وجوده بس بيحسسك بالأمان كنت أنا فاكر إن سكن القديم اللي ما كانش في مكان بيسموه مكان هادي كان سكن القديم الناس كلها بيعيشوا مع بعض بشكل لطيف قوي لما يحتاجوا أي حاجة بيجدوها ومش لازم يكون عنده وكان عندهم فلسفة حسن الجوار فيها الطبق الدوار وفيها من كان عنده فضل ظهر فليعود على من لا ظهر له تحس كده إن حضرة النبي هو اللي بيونسنا مع بعض لأنه كلامه كان قريب مننا ولذلك الناس كانوا بيعبروا عن المعنى ده في أمثلة كتيرة في غاية الجمال لما قالوا جارك القريب ولا أخوك البعيد هم يعني بيتشال من على قلبك لما يكون الجار موجود هم مش قصدين يقولوا إن جارك أحب إليك من أخوك ولا أقرب منك من أخوك ولكن بيقولك إن جارك أخوك هو ده المثل هو ده تعبير عن شدة أولبرجار وإن هو في حياته معاك زي أخوك لأن في الأخذ خالص كان الناس دايما يقولوا إزاي جارك ميبقاش قريب منك وإنتوا بيتقفل عليكم باب واحد اللي هو باب السكن ولا باب العمارة اللي انتوا سكنين فيها وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يأكد لنا إن الجيرة دي من أهم العلاقات وعشان كده بيقول لنا إزاي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وصى سيدنا جبريل بهذه الجيرة وفالسيدة عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننته أنه سيورسه ليه بقى؟ ليه بيوصي بالجار؟ لأنه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عايز يبين هو صاحب الشرع فعايز يريد أن يبين أن الجيرة هي اللبنة الثانية من لبنات المجتمع تعالوا نقول اللبنة الأولى من لبنات المجتمع اسمها الأسرة واللبنة المكملة للأسرة هي لبنة الجيرة وعشان كده الجيرة الحسنة عمود من أعمدة سمود المجتمعات وبقاءها قوية ورباط المجتمعات وكأنها تطبيق عملي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال في المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فما بالك إذا كنا احنا في الجيرة أصلا في بنيان واحد فالجيرة الطيبة بتخلي الناس متربطة بعضها ببعض فتلاقي الفرحة فرحة واحدة وتلاقي كمان المواساة مواساة في الأحزان والقلوب على بعضها ومزالت الجيرة بتعمل منتجات في الحقيقة من الإحساس ببعضهم إنهم يراعوا بعضهم ويراعوا كمان إن ما يدقوش حد ويراعوا كمان إن في الأكل ما يجرحوش حد لو فيه حد ما عندوش ده فالجيرة الحسنة سر دفع الشوارع والبيوت ترجمة نانسي قنقر